تمر الأيام وتتابع إلا في العراق كأنها جامدة في مكانها أزمة تستنسخ أخرى ومأساة تعاد بمشاهد عدة في مسلسل لا ينتهي وإي تراجدية أكبر من تغيب آلاف المدنيين ومنع الحديث عنهم وكأن الأمر لا يتعلق بأرواح بشر ومنصير أسر وشرخ مجتمعي كبير المغيبون قسريا أحد العناوين الرئيسية للمأساة الكثيرة للمدن المنكوبة في العراق وفي اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري يتذكر ذو الضحايا ما جرى لأبنائهم عندما اختطفوا من السيطرات الحكومية كالرزازة أو اعتقلوا بالجملة على يد الميليشيات كما جرى في الصقلاوية بالأنبار وغيرها الكثير الكثير نحو ست سنوات مرت ولا صوت من مئات المدنيين الذين قيل عنهم إنهم يقبعون في سجون تديرها الميليشيات تتوزع على عدة مناطق في العراق أبرزها ناحية جرف الصخر وجد بعضهم في مقابر جماعية بعد أن أعدمتهم ميليشيا الحجد كما شاهد العالم مقبرة الإسحاقي في صلاح الدين وهناك أيضا في الفلوجة والموصل وبغداد وأخرى لم تكتشف بعد الغموض الذي يحيط بمصير المغيبين يحرك أصابع الاتهام نحو الحكومة والشركاء العملية السياسية ككل فمرة تصبح مأساة المخفيين مادة للمتاجرة السياسية قبيل كل انتخابات وأخرى يصبحون شماعة تتكئ عليها الحكومة لتدعي دفاعها عن حقوق الإنسان كما فعل الكاظمي قبل أكثر من عام عندما أعلن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن المغيبين قسريا في المحافظات المنكوبة وفي العراق الجديد عندما يريد أحدهم إغلاق ملف ما فإنه يشكل لجنة للتحقيق فيه إدعاء الكاظمي سعيه لمعرفة مصير المغيبين يصطدم مع ما كشفه نواب في البرلمان بأن الرجل أخبرهم في اجتماع مغلق بنسيان ملف المختطفين وعدم طرحه ثانية وفي القانون وعرف السياسة يعد هذا إقرارا ضمنيا بأن الحكومة تعرف مصيرهم ومن الجهات المتورطة بمساتهم